مرحبا بكم أحبائي أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في صحة جيدة في البداية أحيي كل الأحبة وأحيي كل الأصدقاء وكل متتبعي قناتي يعني من كل أجناس الدنيا الأحباء الكرام الأوفية شكرا 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 لكم ومرحبا بكم طبعا في قناتي لكن للأسف في الأيام الأخيرة تعرفون عندما تنتشر الفيديوهات بكثرة تكتر أيضا الانتقادات ومن بين الانتقادات الكثيرة يعني أنا صراحة ما لا أفهمه في بعض الانتقادات لماذا تتكلم بهذه الطريقة الغريبة لماذا تتكلم هكذا تكلم عدل اخذر مزيان اعمل كذا اعمل كذا يعني أنا لا أفهم لماذا كثير من الناس بدل أن يركزوا وينتبهوا إلى الموضوع وإلى فائدة الموضوع يركزون إلى طريقة كلامي يعني لماذا أنا أتكلم باللغة العربية الفصحى أنا في البداية يعني هذه القناة كنت كان أصل تأسيسها وهي أعيد تأسيسها سنة 2011 يعني هذه القناة هي من 2011 وتسمى ماروفيلتشو لكن من قبل كانت عندي قناة أخرى كانت تأسست في 2006 وكنت وهي أنا أصلا كانت هي تقريبا كلها باللغة الألمانية يعني حتى هذه القناة لما تأسست في 2011 محتوها كان فقط باللغة الألمانية بعد ذلك غيرت المحتوى إلى لهجتي الوطنية التي أحبها لهجتي هي المغربية الدارجة المغربية لأنني مغربي ومعتز بأصالتي طبعا وبلهجتي وكنت أتكلم باللهجة المغربية لكن عندما زاد عدد المتتبعين خصوصا أحباؤنا من الشرق الأوسط يعني من مصر الحبيبة أم الدنيا من سوريا بلاد الشام من العراق بلاد الرافضين من اللبنان من الأردن من السودان من الخليج الكبير الخليج الجميل الخليج العربي العظيم يعني عندما زادت المتابعة وخصوصا أيضا في أهلنا في البلاد المغرب الكبيرة تونس الجزائر موريطانيا ليبيا إلى آخرين يعني ازدادت نسبة مشاهدة القناة وعندما أعمل فقط فيديوهات باللهجة المغربية فإنه فقط أهل بلدي في المملكة المغربية إضافة إلى بلادنا في المغرب الكبير تونس والجزائر وموريطانيا وليبيا هم من سوف يفهمون كلامي والبقية إخواننا في مصر وسوريا والعراق والأردن والخليج يعني سوف تفوتهم أشياء كثيرة من معلومات كثيرة وإفادات كثيرة وهذا ما يجعلني أتكلم باللغة العربية الفصحة فقط من أجل أن تعم الفائدة لا غير من أجل أن تعم الفائدة لأنه أنا أكره شيئا أنا أكره الأنانية أكرهها بشكل كبير لأني أنا أيضا مثلكم إخواني مثل عدد كبير من الإخوة الذين يعيشون الآن خارج بلدانهم عانيت من الشباب العربي للأسف أقولها الذي كان يمتلك خبرة يمتلك أمور يمتلك حلول يمتلك معلومات ويحتفظ فقط بها لنفسه وكان يكره أن يعطي المعلومة للآخر لذلك أنا أكره الأنانية وأكره الاحتفاظ بالمعلومة للشخص الواحد أريد أن تعم الفائدة أريد أن يستفيد الجميع إذا كانت عندي معلومة نادرة أريد أن أعطيها للناس جميعا يعني حتى لو أنا لم أستفد لا يهم إذا استفاد أخي أو استفادت أختي إذا استفاد صديقي أو استفادت صديقتي ففي تلك الحالة تكون أيضا استفادة كبيرة إلي لذلك أحاول رغم الصعوبات التي طبعا أجدها في تكلم باللغة العربية رغم ذلك أحاول التكلم باللغة العربية الفصحى فقط كي تعم الفائدة وكثيرا يحز في نفسي الناس الذين ينسون المحتوى محتوى الفيديو ما في الفيديو من معلومات من كلام من كده ويمرون فقط لانتقاد طريقة كلامي لماذا أتكلم بالفصحى لماذا أعمل أخطأ بالفصحى لماذا أعمل كده كده فأعطيني واحد أعطيني بلدا عربية واحدة على وجه الأرض تتكلم اللغة العربية الفصحى لا توجد بلاد على وجه الأرض تتكلم اللغة العربية الفصحى كل البلدان العربية أو الغير عربية أو البلدان التي فيها عرب وفيها أيضا أقوام أخرى إلى آخره يعني كان فيها عرب وأكراد عرب وأمازيغ عرب لا تتكلموا العربية الفصحى وأنا أحب التنوع وعندما أتكلم باللغة العربية الفصحى فقط كي تعم الفائدة لا غير ولا شيء وأعرف أعمل فيها أخطاء لكن أنت أيضا أو أنت أيضا يا من تنتقدونني أنتم بنفسكم إذا تكلمتم بالفصحى فإنكم أيضا تخطئون لذلك لا عيب أن نخطئ العيب فقط أن نكون أنانيين وأن لا نحاول أن نساعد أصدقائنا أن نساعد إخواننا هذا هو العيب ولذلك أقولها لكم سأستمر بالفيديوهات على هذه الطريقة باللغة العربية الفصحى لأن ما يهمني أن يتعلم إخواني ويستفيد إخواني من خبرتي الطويلة هنا في الهجرة في ألمانيا لأني تعدبت وعشت أياما صعبة أياما يعني كانت قاسية جدا سأحاول أن أقتسم معكم كل ما عانيته في البداية في الغربة والهجرة إلى آخر من معاناة صعبة ولم أكن أجد شخصا يساعدني أو يريني الطريقة الصحيح كنت أجد فقط ناس أنانية مئة بالمئة الشيء الذي جعلني أقول لا 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 إذا امتلكت المعلومة أعطيها للجميع ولن أحتفظ فيها لنفسي أبدا لأنه بعض المرات يتصل بي عدد كبير من الأصدقاء وعدد كبير من الناس صراحة ما يحز في نفسي ويكتبون لي يا مارو لماذا تعطي هذه المعلومات يا أخي سوف ينافسنا الناس لماذا تخبر الناس كيف يحصلون على الإقامة الدائمة لماذا تخبر الناس كيف يجدون عمل لماذا تخبر الناس كيف يجدون كذا لماذا تخبر الناس بهذه المعلومات سوف ينافسوننا دعهم أحسن يطردوهم أحسن كذا صراحة أنا تحز في نفسي هذه الأمور وهذا ما يجعلني أكتر وأكتر وأكتر من إعطاء المعلومات لأني أكره الإنسان الأناني لأني أكره إذا كان الإنسان يتمنى الشر لأخيه أكرهه أكره صراحة هذا الأمر أنا آسف على هذه النرفزة لكنها نرفزة لأني أكره الظلم وأكره الاحتكار وأكره الأنانية وأكره التمني الشر للآخر ففقط أحببت أن أقوم بهذا الأمر وأشكركم أحبائي مشاهدي هذه القناة أشكركم كثيرا على مساندتكم أشكركم كثيرا على تتبعكم شكرا لكم وبرك الله فيكم ولن نتوقف عن عمل الفيديوهات بإذن الله لن نتوقف عن إعطاء المعلومات لن نتوقف عن التنوير لن نتوقف عن أي شيء بإذن الله مع دعمكم أشكر كل من يعطي لايك وأشكر كل من يقوم أيضا بتشجيعي عبر الاشتراك بالقناة ونشر الفيديوهات فقط من أجل أن تعم الفائدة لأني أريدكم أن تحصلوا على أعلى المراكز والله العظيم والله العظيم في ناس تقول لي يعني سوف لا تعطي كثير معلومات كي لا يصبحوا أحسن منك أقسم لكم بالله والله العظيم أتمنى لو الناس تنجح وتحقق أكثر ما أنا حققته والله العظيم هذا الشيء سيفرحني ويجعلني فخورا ويعني شيء عظيم أن تساعد الناس وترى الناس تنجح وتنجح وتنجح وهذا ما يهمني أشكركم أحبائي شكرا شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو جديد وانتظروا أيضا مفاجآت رائعة ومفاجآت جميلة إن شاء الله سوف تنال إعجابكم لذلك لا تنسوا دائما لايك 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 وانشروا الفيديو واشتركوا في القناة أحبكم وأشكركم وسأظل وفيا لنهجي وأظل إن شاء الله وفيا للكلام باللغة العربية الفصحى أعيدكم بهذا بإذن الله شكرا لكم وإلى اللقاء مع السلامة